اشتركوا في القناة وعن عمل الرب في حياته رابي جيسون شكراً جزيلاً لوجودك معنا في هذه الحلقات سعيد أن أرحب بك معنا إنه أمر عظيم أن أكون معك السلام عليكم حبيبي حسناً تحدثنا في الحلقة السابقة عن الله وعن يسوع وعن إله واحد يحبنا ويريد أن تكون له علاقة بنا اليوم نود الحديث عن مشكلة مشكلتنا مع الله وهي مشكلة الخطية والألم وسبب موت يسوع على الصليب من أجلنا من الأسئلة التي كانت عندي كمسلم هو كيف يمكن لله أو لماذا مات الله على الصليب من أجلي أعتقد أنه قبل أن نفهم أهمية ذلك الأمر يجب أن نعود إلى البداية وإلى السبب الجذري للاحتياج لأي شخص لأن يموت وللمسيح لأن يموت واليسوع لأن يموت إن الأمر يعود إلى وجود آدم في جنة عدن فحينما قام الإنسان الأول هناك بالسرقة من الشجرة وبكسر الوصية التي أوصت بأن لا يفعل كانت هناك نتائج خطيرة لذلك يمكن تلخيص ذلك في كلمة واحدة هي الطرد ماذا تقصد بذلك؟ نعم إن الطرد مرتبط بالبعد فعندما أفعل شيئا يضايقك أو أفعل شيئا يؤلمك إن ما يحدث هو انفصال بيننا فالعلاقة بيننا كانت هكذا وأقوم أنا بفعل شيء مؤلم أو بفعل شيء لا يعجبك فنصير هكذا نعم فنصير منفصلين وبعيدين جدا أحدنا عن الآخر ففي البداية عندما أخطأ آدم وحواء صار أولا بعيدين عن الله وثانيا صار بعيدين أحدهما عن الآخر فالرجل يلوم المرأة والمرأة تلوم الرجل والحية إنها لعبة اللوم جعلتني أفعل هذا وقد صرنا بعيدين عن أنفسنا وعن هويتنا الحقيقية ودعوتنا وقد صرنا بعيدين عن العالم المادي وعن الخليقة ولكن لماذا تسمي خطيئة؟ فما كنت أؤمن به قبلا هو أن الله أوصى آدم وحواء ألا يأكل وهما نسي فهما أكل من الشجرة لأن الله خلقهما ليكون ضعيفين ثم جاء آدم وقال أنا آسف لقد نسيت فقال الله إنه كان يعلم ذلك فلما تسمي ذلك خطيئة؟ أو انفصالا قدت سيارتي يوما ونسيت السرعة المحددة وكنت أقوده بسرعة كبيرة أوقفني الشرطي وأعطاني غرامة لا يمكن أن أقول آسف يا حضرة الضابط نسيت السرعة المحددة لا تعطيني غرامة هناك مبدأ أساسي هو أن الجهل بالقانون أو الجهل بالقواعد ليس عذرا لكسرها فأنت لا تستطيع أن تقول إنك نسيت نسيت أن السرقة خطأ لذلك لا تعاقبني عليها ماذا عن فكرة أن الله خلقنا لنكون ضعافا؟ أعتقد أنه عندما نقرأ القصة الكتابية خلق الله العالم يقول الكتاب إنه خلق كل شيء طوف خلق كل شيء حسنا وفي النهاية وجدها طوف مايود حسنا جدا نعم فالله خلق الإنسان حسنا ولا أعتقد أنه خلق الإنسان ضعيفا وإننا قد قمنا بذلك القرار الواعي فالأمر كله بدأ بالشك هل حقا قال الله؟ فقد بدأوا في الشك فيما قاله الله كان ذلك قرارا واعيا إن هذا واضح من القصة الكتابية قمنا بذلك الاختيار بأن نفعل ذلك وكنتيجة لذلك صرنا منفصلين وصرنا بعيدين لوصف ذلك تعلم مدى السوء عبادة الأوثان نعم فاليهود وأي شخص من منظور إسلامي يعلم أن تلك هي واحدة من أكبر الخطايا فالوصية تمنع عبادة الأوثان صحيح هم مثلها نحن نصير نحن نصير مثل تلك الأشياء التي نؤلهها أو نعبدها أنا أذكر أنني كنت أحب مايكل جوردن عندما كنت ألعب السلة لذا فكلما سجلت هدفا أرفع لساني كما كان يفعل مايكل فقد أردت أن أكون مثل مايكل إنه توضيح المضحك ولكن الحقيقة هي أنه عندما نؤله شخصا أو نؤله شيئا نصير مثله نعم هي شجرة معرفة الخير والشر فعندما أكل الإنسان من الشجرة صار وقتها خليطا من الخير والشر معا في داخله فقبلا كان كل ما فيه هو خير والآن هناك شر فهناك خير وشر في داخله وصار هناك صراع في داخلنا أوه فعندما أكل من الشجرة صارت جزءا منهما صارت جزءا منهما عندما نأكل طعاما نحن نهضمه ويصير جزءا من جسمنا ولذا فهناك التعبير الذي يقول أنت تصير ما تأكله ولكن صحتك تتحدد بالطعام الذي تأكله والأمر كذلك على المستوى الروحي أيضا فقد أخرجنا الإنسان الأول من مسارنا فهناك جانب خاص بما قد صار جزءا منه وهناك واقع آخر فلدي ابنان سبعة وتسعة سنوات وأرى ابني أجد هما يقلداني كل شيء أقوم به يريداني أن يصير مثلي نعم كلما تكلمت أو تصرفت هما يقلداني تقليدي ومشاهدتي لقد كانت لديك نفس الخبرة نعم فقد كان دائما عندي ذلك السؤال آدم أخطأ وحوى حوى وأخطأت ما علاقة ذلك بي؟ كنت أنظر إلى المسيحيين وهم يقولون يسوع مات على الصليب عن خطياتهم لأن آدم أخطأ نعم إذن ما ما هي علاقة ما عمله آدم بي؟ حسنا أعتقد أن ذلك قد خلق فينا أصل هذا التوتر ولكنني أعتقد أيضا أننا نحظو حذو والدينا ونحن نستقبل أشياء محددة من والدينا عن طريق الجينات وأيضا عن طريق تعلمنا لعاداتهم وللأساليب التي يتبعونها لذلك نرى مباشرة بعد أن أكل من الشبرة أن قاين قتل هبيل ونرى الصراع داخل العائلة دخله الشر دعنا نتأمل سويا ما فعلناه نحن قمنا بقرار واعي باتباع نفسي طريق آدم وحواء وكل من جاء بعدهما فأنت تريد أن تقول أن قتل قاين أخاه له علاقة مباشرة بما فعله والده نعم لأنني قبلا كمسلم كنت أعتقد أن قاين قتل أخاه لأنهما كان يتعركان على من سيتزوج أخت واحد واحد منهما نعم نعم هذا ليس موجودا في الكتاب المقدس فالأمر يتعلق بالغيرة من تفضيل الله ذبيحة أو قربان أحد الأخوين عن الآخر ولكن حتى من هذا المنظور من أين أتت تلك الغيرة؟ من أين؟ من أين أتت تلك الشهوة؟ نعم إنها أتت بنفس الطريقة نعم التي اشتهى بها آدم وحواء الشجرة لقد اشتهى ما كان ممنوعا عنهما لقد اشتهى أمرا وهما أخذا منه وقد حدث نفس الشيء اشتهى من المنظور الإسلامي اشتهى الأخت الأخت التشابه واضح إنه نفس النمط فأنت تقول إن هناك نمطا متشابها بينما قام به آدم وحواء في ذلك الوقت وما فعله أولادهما وما نفعله اليوم لكل تأكيد حسنا إن الأمر كله مربوط لا أستطيع أن أقول إنه لا علاقة لك بهما لأنه مرة أخرى كلنا مرتبطون بعائلاتنا على مر الأجيال حسنا فالأمر منطقي لذا بدأت بالحديث عن الخطيئة التي أدت للطر صحيح ومقارنته بذلك اشرح ذلك أكثر ما معنى ذلك؟ أنا أعتقد أن ما يحدث حينما أخطئ وأفعل شيئا محرما يحدث أمرا أحدهما هو أنه يخلق حاجزا وهذا يخلق فاصلا في علاقتنا معا والسؤال هو كما قلنا إنه يضع مسافة ويصنع فجوة بيننا بيننا والسؤال هو إذا أردت أن أعود إلى العلاقة معك أو إذا أردت أن أعود إلى العلاقة مع الله السؤال هو كيف أسد الفجوة؟ وكيف أقرب المسافة الموجودة بيننا؟ هذا هو الهدف ثم هناك الجانب الآخر وهو عندما أقوم بخطأ ما أو خطيئة أكون وقتها مديونا لمن؟ أكون مديونا لله وأحيانا أكون مديونا للشخص الذي أخطأت في حقه إذا كان هناك أمر أقوم به لتصحيح الخطأ هناك جانب رأسي للخطيئة بشكل روحي وهناك جانب أفقي جانب لله وجانب لي فهل خطيئتي تجاه شخص ما تؤثر على الله أيضا؟ بكل تأكيد فكل خطيئة هي ضد الله لأن الله خلقنا والله يهتم بالشخص الذي خلقه وفي النهاية تكون الخطيئة دائما كسرا لوصية الله ألا يكفي أن أقوم بأعمال حسنة وأن أغتسل وأن أصلي أكثر قليلا أو أن أعطي مالا أكثر حتى تمحى تلك الخطيئة؟ أعتقد أن السؤال هنا هو كيف يمكنك أن تعرف أن هذا يكفي؟ كيف يمكنك أن تعرف أنك قمت بما يكفي؟ هذه هي المشكلة ليس برا ليس ولا واحد أعتقد أن المشكلة في هذه الفكرة حسنا لنفترض أنني أطير على متن طائرة وأنا أجلس بجوار شخص وأسأله عن نوعية عمله فيجيب أنا لاعب كرة قدم ميسي فأسأله عن اسمه فيجيب ميسي فأسأله مجددا ترى ماذا تعمل يا سيد ميسي؟ فيجيب أنا لاعب كرة هل أنت لاعب كرة جيد؟ فيجيب نعم أنا لاعب كرة جيد ولنفترض أنني من أمريكا ولم أسمع قطو عن ميسي معلوماتي محدودة فأقول أنني أعرف الصديق أن اسمه ياسر وهو لاعب كرة جيد أيضا ويجب أن تتقابل لتلعب الكرة في وقت من الأوقات عندما يقول ميسي أنه لاعب كرة جيد وأنا أقول أن ياسر لاعب جيد هناك مستويان من الجودة وهكذا فإننا ربما بشكل ما ربما نكون صالحين بالمقارنة بشخص آخر ولكن حينما يتعلق الأمر بمقيس الله للصلاح ومقيس الله للبر فلا مجال لنا لأن نكون أبرارا بما يكفي إذن الأفعال الصالحة التي أظن أنها سوف تقربني منه بالمقارنة بما يفعله هي لا شيء إنها لا شيء أو هي ليست لا شيء ولكنها غير كافية حسنا غير كافية وأعتقد أن هذا هو ما ذكرناه من قبل فحينما نخطئ نحن نخلق ذلك الانفصال ونحتاج إلى ما ذكره الله لإزالة تلك المسافة وذلك الانفصال وهو تقديم القربان ما معنى هذا؟ أنا أعلم أن تلك الكلمة مستخدمة في القرآن نعم إن كلمة قربان موجودة في القرآن ولكنها مجرد تقديم ذبيحة ما مثل ما في قصة قيينة وهابيل فأحدهما قدم قرباناً وذلك ما كنت أقرأه وكذلك مثل ما يفعلون في نهايات الحق فهذا أيضاً قربان فقط اذبح خروفاً وستقدم قرباناً وهكذا تقدم عملاً صالحاً ولكنني أعلم أيضاً أن كلمة قربان من الوحي اليهودي بكل تأكيد القربان أو قربانوت أو الذبيحة أمر محوري في العبادة في الكتب المقدسة اليهودية في العهد القديم وكلمة قربان تأتي من كلمة قرب وما معناها؟ إنها تعني الاقتراب لأن الغرض من تقديم ذبيحة ما هو أن تقربنا أكثر من الله لأن الخطيئة تفصلنا عنه والقربان هو الذي يقربنا منه والسبب في أن الكلمة المقدسة في العهد القديم تقول لنا الحياة هي في الدم لذا فدم الشخص يعتبر جوهر حياته والكلمة المقدسة واضحة بدون سفك دم لا توجد مغفرة للخطايا في العهد القديم عندما كان الشخص يقدم ذبيحة كان يضع يديه على الذبيحة وكان يعترف بخطياته على ذلك الحيوان حتى يتذكر كان يجب أن أكون أنا مكان الذبيحة ولكن الله غفور إله العدل وإله القداسة ونحن لنحاسب على أفعالنا قال الله بدلا من أن يطالب بحياتنا عندما نخطئ سمح لنا بتقديم بديل شخص يضحي بدلا منه هناك حياة مقابل حياة الكتاب يقول النفس التي تخطئ تستحق الموت سفك الدم والاعتراف بالخطيئة وبأني كنت أستحق ذلك المكان على المذبح يقودنا للتوبة والغفران إذن أحتاج إلى القربان الذي سوف يقربني إلى الله ويدفع الدين ويكون البديل عن حياتك لذا ففي العهد القديم كانت هناك تلك الذبائح الحيوانية التي كانت تقدم ولكن في النهاية كان ذلك القربانوت أو القربان غير كاف ولذا كان هو مجرد غطاء فقط كانت الذبائح غطاء فهي تغطي الخطيئة ولكنها لم تتعامل مع القضية بالكامل فأنت تعني أن يسوع المسيح هو قرباننا القربان لنا نعم إنه الذبيحة النهائية لرفع الخطيئة ولتقريبنا من الله سأشرحها هكذا لنقارن الذبائحة في العهد القديم بالذبيحة التي يقدمها المسيح لنفترض أن الأعياد تحل أو يأتي عيد الميلاد الخاص بأحد أولادي فأخرج وأنا في حماس شديد وأشتري كل تلك الهدايا وأستلم فطورة الشراء فأقول يا إلهي أنا لا أملك القدرة على دفع ثمن كل ما اشتريته من كرت ائتمامي إنها ورطة نعم فماذا أفعل؟ سوف أدفع الحد الأدنى لتفادي الوقوع في مشاكل مع شركة الائتمان ولتفادي تدمير سجل الائتمان سأدفع الحد الأدنى لا تغطي كل المبلغ فإذا دفعت الحد الأدنى فهذا ما تريدك شركة الائتمان أن تفعله حسنا أنت لا تمسح الأساس أبدا وأنت لا تسدد الدين لذا فإن الذبائحة في العهد القديم كانت مجرد تغطية للفائدة تغطية الحد الأدنى لذا كان يجب تقديمها سنة بعد الأخرى ويوما بعد الآخر وذلك في الهيكل عندما آت المسيح قدم ذبيحة واحدة عن كل البشر وقد محت كلا من الفائدة والدين الأساسي فصرنا أحرارا لقد أكمل وصرنا بلا دين ولا يمكن حدوث ذلك إلا بيسوع لا يمكن تحقيق ذلك إلا بيسوع لأنه كان المسيح لذا فالأمر واضح في الكلمة المقدسة أن هناك عديد من المقاطع التي وصفت كيف أن الله سوف يرسل المسيح الذي سوف يكون مثل يوسف في العهد القديم الذي سوف يرفض ويتألم يقول في إيشعياء 53 مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا بحبره شفينا في مزمون 22 يقول ثقب يدي ورجلي وفي زكريا 12 فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له نجد في زكريا 13 واحد يكون ينبوع مفتوحا ماذا تقول لشخص يجلس متسائلا قائلا أنا خاطئ ولقد حاولت التقرب إلى الله كنت أصلي وأصوم وأبحث عن الله ماذا تقول لذلك الشخص في ضوء ما قلناه للتو عن الانفصال عن الله مات يسوع حتى لا تضطر لأن تكون منفصلا عنه عن الله بعد الآن لقد بذل حياته من أجلك أنت لا تحتاج لأن تعمل شيئا لتستحق السماء إن الخلاص هو هبة مجانية بنعمة الله حتى لا يفتخر أحد كل ما عليك هو أن تأتي إلى الله وأن تضع إيمانك فيه بأنه قد مات من أجلك كقربان وأنه قد قام من الأموات لكي تغفر خطيتك بالكامل وهو يعطيك الضمان والوعد بالحياة الأبدية تلك هي عطيته لك إذا جئت إليه أمين وتلك في الحقيقة هي صلاتنا أن يأتي إليه الناس ويتعرف به أعتقد أنه أمر مهم جدا لأنني أعلم كشخص يهودي ومثلي مثل الشخص المسلم سنة بعد سنة في يوم الكفارة نحن نصوم ونصلي ونطلب الغفران ولكننا لم نكن قد متأكدين أن خطيانا مغفورة وأن أسماءنا مكتوبة في سفر الحياة وكيف نتأكد؟ وهذا هو جمال وعد المسيح إذ يمكنك أن تكون متأكدا أن موته قد دفع ثمن كل شيء حتى يأتي بالغفران لأنه قال قد أكمل عندما كان على الصليب قال باليونانية تيتالستاي قد أكمل تم تزديد الدين بالكامل ليس لدي المال للدفع وهذه هي الفكرة مثل فكرة أنه عندما نرتكب خطأا نصير مذنبين ولكن هناك أيضا فكرة الذنب الجماعي بمعنى أن العائلات والشعوب عليها مسئولية لذا لا يقتصر الأمر على الأفراد هناك مسئولية جماعية علينا لذا فليس الأفراد فقط في حاجة إلى كفارة بل الشعوب تحتاج إلى كفارة من سيكفر عن الدول؟ من يكفر عن العالم؟ فنحن في حاجة لمن يدفع عني وعن العالم وعن الشعوب ولذلك يقول إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد إن الله يكره الحرب كم من النزاعات موجودة الآن بين الشعوب وقتلوا فيها بعضهم بعضا؟ وحتى ما يحدث الآن الذي يحدث في سوريا يكسر قلبه إنه أمر مفجع وما يحدث في أجزاء في أفريقيا والإبادات الجماعية الواقعة فالأمر أبعد من مجرد قضية شخصية وأنك جوانب قبلية لذلك وجوانب حكومية وقومية لذلك وجوانب عالمية لذلك تخص جميع البشر يجب أن نفكر كيف لنا أن نصلح كل هذا كيف يمكننا أن نكفر ونفتدي كيف نعطي عوضا عن كل هذا ولا أعتقد حتى أننا ندرك أن أفعالنا تؤثر علينا وعلى أولادنا وعلى عائلاتنا وبلادنا وعلى كل العالم كل الدنيا تتأثر إن البيئة نفسها تتأثر بما نفعله بما نفعله ولهذا نحن نحتاجه ليس فقط ليغطي بل ليمحو كل شيء ولكي يحررنا بكل تأكيد إذ أن المسيح جاء يسوع المسيح جاء المسيح جاء ليعطينا غفرانا وحرية وليسمح بأن تكون لنا علاقة شخصية وحقيقية مع الله مثل ما أتكلم معك وأتواصل معك الله يريد أن يكون في حياتنا والسؤال الأخير هو كنت أسأل نفسي كمسلم لماذا كان يجب أن يموت شخص بريء مثل يسوع لقد تسببت في المشكلة لماذا يجب أن يموت شخص بريء سؤال رائع سؤال عظيم جدا ومرة أخرى أعتقد أنه في كل الكتاب المقدس نرى كيف أن ألم البار يساعد على تحقيق الفداء لأشخاص آخرين فنرى ذلك في حالة إسحاق عندما وضع على إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة نرى ذلك في حالة يوسف فقد رفض يوسف من إخوته وباعوه وفي النهاية كان هو من خلصهم من المجاعة عندما ذهب إلى مصر وكان مع فرعون ومن الواضح أنه في الكتاب المقدس هناك فكرة أن المسيح سوف يكون إنسانا بارا فالفكرة هي أن الإنسان البارا وحده ليس أي إنسان فأنا مثلا لا أستطيع أن أبدل حياتي من أجل مغفرة خطاياك وهذا يرجع إلى ما تحدثنا عنه سابقا كانت هناك حاجة إلى ذبيحة كيف يمكن أن توجد ذبيحة تدفع ثمن كل شيء في العهد القديم كان يجب أن تقدم ذبيحة عن نفسك ولكن المشكلة كانت أكبر لذلك قرر الله أن يقدم الذبيحة فقدم ابنه على أنه تلك الذبيحة حتى نستطيع الحصول على الغفران لأنه أبدي وبلا خطيئة لذلك دفع الثمن مرة واحدة وعن الجميع نعم ولكن من ناحية المنطقية أيضا إذا كنت في مأزق نعم أنا لا أريد شخصا واقعا في نفس المأزق أن يساعدني نعم أنا أحتاج إلى شخص ليس مديونا بصورة نهائية شخص غيري لأن يأتي وينقذني هذا صحيح إذ أن هناك قصة هذه القصة وقعت أثناء الهولوكوست وقد أخبر النازيون الشعب اليهودي أن يحفروا حفرة وأن يخفزوا فوقها وإذا سقطوا في الحفرة سيقتلون بالرصاص وكان موجودا هناك ذلك الراباي التقي وقد كان هناك رجل خلفه وقد كان ملحدا لا يؤمن بالله وكان الأفراد يسقطون في الحفرة ويموتون فقال ذلك الرجل للراباي دعنا لا نجعل النازيين يسخرون منا لنمت بكرامة ونقفز بأنفسنا في الحفرة فأجاب الراباي إذا قرر الله أن نمر بالتجربة إذن علينا أن نثق فيه فصل الراباي أغلق عينيه وفتح عينيه وإذ بمعجزة وجد نفسه على الجهة الأخرى من الحفرة في أمان ولكن الأمر الذي أدهشه أنه رأى صديقه الملحد والذي لم يكن يعترف أن الله حقيقة وقفا معه لقد قال الراباي أنا أعرف كيف حدث هذا لي ولكن كيف حدث هذا لك؟ قال أمسكت بثوبك هذا هو العالم فهناك حفرة كبيرة هوة بين هذا العالم والعالم الآخر بين هذه الأرض والسماء كيف يمكننا أن نقفز بأمان؟ ليس لدى أي مننا المقدرة على القفز وسنسقط فيها جميعا يجب أن نمسك بشخص آخر يجب أن نمسك بالمسيح بالرب يسوع بالمسيح من يمسك به جيدا يكن في أمان إن الخطيئة تفصل ولكنها أيضا دين من يدفع الدين الذي لا نستطيع أن نتكفل به دفع المسيح الدين الله أرسل الإبن ليدفع ونحن نمسك به أمسك به تشبث به وسوف يعبر بنا إلى بر الأمان عندما أؤمن به الله لن يراني وحدي بل هو سوف يراني في يسوع هذا صحيح وهذا شيء جميل لأننا كلنا مقصرون وكلنا قد أخطأنا ولكن عندما نربط أنفسنا بالمسيح لا يرانا الله بأخطائنا وبعيوبنا ولكنه يرانا من خلال عيون يسوع ليس كما نحن بل كما سنكون فلا يعود يرانا كأناس هم أشرار بطبيعتهم ولكنه يرانا أبرارا في المسيح وذلك ليس ديانة بل علاقة مع الله بكل تأكيد واو ليس هذا متعلقا بالممارسات أو بتلاوة صلوات عن ظهر قلب نعم ولكن بوجود اتصال حقيقي مع الله من خلال يسوع المسيح ربي جيسون أشكرك جدا أنا سعيد أن أستضيفك معنا هنا ها قد أتينا إلى نهاية برنامجنا اليوم وأود أن أسألك سؤالا خاصا أنت لا تزال مطروضا بعيدا عن الرب ولا تعرفه لقد كنت تحاول بشدة خلال الأعوام الماضية فأنت تصوم وتصلي بل وحتى تذهب إلى الأماكن المقدسة لأنك تبحث عن الله إن رسالة اليوم تريد أن تخبرك يسوع المسيح يبحث اليوم عنك ويريد أن يجدك افتح قلبك له وافتح عقلك حتى يعطيك هذا السلام هذا السلام الذي يفوق كل عقل وسوف يحفظ قلبك وفكرك في المسيح يسوع ترجمة نانسي قنقر